اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التوافق بين مجلس النواب والحكومة الموقرة بشأن برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 يرسخ مسارات التعاون والعمل الوطني المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعضل الجهود الثنائية والمساعي المخلصة لاستدامة مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معربا عن الثناء والشكر لجلالته أيده الله لما يليه من دعم ومساندة لتحقيق الازدهار والنهوض بالمكتسبات والمنجزات الوطنية في شتى المجالات وشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الموافقة على برنامج الحكومة بعد سلسلة من الاجتماعات والنقاشات المثمرة يعكس الحرص على صوغ برنامج متكامل وشامل ويرسم ملامح العمل الحكومي خلال الأعوام الأربعة المقبلة مشيدا بالدور المحوري والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي أسهمت في الوصول إلى توافقات ورؤى مشتركة تعزز المصالح الوطنية وتدفع باتجاه ديمومة العمل والأداء الحكومي بكفاءة وجودة عاليتين وبما يصب في تفعيل توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كما شهد معاليه بدور الفريق الحكومي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء على تعاونهم الصادق مع مجلس النواب الموقر وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الجهود المتواصلة التي بذلها مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس وما قدمه أصحاب السعادة النواب من آراء وأفكار قيمة وثرية مشيدا بالحوارات والنقاشات التي أدت إلى التوافق على برنامج الحكومة وإقراره من قبل مجلس النواب كما نوها معالي رئيس مجلس الشورى بالعمل الدؤوب الذي بذلته لشنة دراسة برنامج الحكومة وقال معالي رئيس مجلس الشورى إن برنامج الحكومة يعتبر خارطة ووثيقة شاملة للطموحات والتطلعات التي تنعكس على مصالح الوطن والمواطنين وتؤدي إلى تنفيذ برامج ومبادرات تسهم في حصد المزيد من المنجزات التنموية في مملكة البحرين